أكبر متحف على مستوى العالم كان في المكسيك حالياً دلوقتي المتحف المصر الكبير اعتبر أكبر متحف على مستوى العالم طبعاً من حيث طبعاً المساحة طبعاً احنا عندنا 117 فدان ما تمش استخدامهم كلهم لقد احنا استخدمنا جزء منهم ولكن الفكرة نفسها يعني بترجع لعام 2002 كان الوزير السابق فروح حسني كان في فرنسا في حضور أحد المؤتمرات بتاعته فأحد الناس الكتاب الإيطاليين اللي هم طبعاً أصحاب دور النشر قبله ده طبعاً الرواية اللي قالها الوزير فروح حسني فقبله قال له مع الوزير انتوا هتعملوا ايه في الأثار المتكدسة عندكم في مخازن المتحف المصري بالتحرير لانه ازي حضرتك عارفة دينا المتحف المصري في مخازن موجودة تحفيها أثار متكدسة والناس ما بتتفرجش عليها فاحنا عايزين نعرض الحاجات الجميلة ديات للناس فقال له ان شاء الله احنا هنعمل أكبر متحف على مستوى العالم وبالفعل لما الوزير رجع عرض الفكرة على الرئيس السابق محمد عصلي مبارك طبعاً وتم اختيار المكان اللي هيقام عليه المشروع وطبعاً تم العرض المشروع على أكثر من يعني أقول إيه أكثر من مئة يعني أكثر من مئة دولة اتعرض عليهم المشروع طبعاً ده الموضوع ده بالاشتراك طبعاً مع الإلونسكو على أساس أن هم يعرضون لنا فكرة جديدة أو يدون تصميم جديد لمتحف للأثار المصرية في قلب بلده يعني احنا طبعاً زي ما حضرتك عارفة متحف اللوفر ولا متحف المتروبيوليتان ولا الأريمتاج دي كلها متاحف عالمية فيها أثار مصرية الناس كلها بتروح تشوف الأثار المصرية في المتاحف دي فطبعاً قال لك إحنا عايزين نعمل متحف يعني اعتبر متحف عالمي متحف فريد من نوعه فعشان كده حضرتك تم اختيار يعني حوالي 1557 شركة عالمية ومصرية تم عرض عليهم المشروع ده إن هم يدون تصور للمتحف وتم اختيار حوالي 14 شركة وقع الاختيار من ضمنهم شركات مصرية فيه طبعاً فيه شركات خاصة بعمل الإنشاءات فيه شركات خاصة بعمل الإضاءة فيه شركات خاصة بتصميمات الهندسية الدزاين اللي حتعمل للصلاة والبقاعات وكلام من ده فطبعاً الموضوع اتخذ على كذا مرحلة ولو انت حضرتك جيتي بسيطي لشكل المتحف الكبير وطبعاً الشن السادة المشاهدين يبقوا عارفين انت هتلاقي في خلفية المتحف الأهرامات ايه التلاتة لو شفتي اه النقطة ما بين اه اول هرم واخر هرم مع امتداتهم حيطلقوا مع النقطة النهائية في المتحف نفسه على نفس المستوى بتاعه انت عندك في المتحف الكبير اتعامل فيه اكبر مركز ترميم على مستوى العالم بيضم 19 قاعة لترميم الاصاف سواء العضوية او الغير عضوية انه طبعاً احنا عندنا في 2006 تم الشروع في بناء هذا يعني ان هم يعملوا مركز ترميم الاول ليه؟ وانا اشان انا يبقى عندي متحف بهذا الحج لازم ان الاول ان انا ارمم القطع الاسارية اللي حجيلي فيش كلام فبدأت حوالي اتبنى على حوالي 32 الف متر مربع ده ده المركز بتاع الترميم فيه حوالي 19 قاعة ترميم شغالين فعلاً واكيد فيه قاعات تانية للترميم بس طبعاً احنا بنقول اللي شغال حالياً حوالي 19 بتشتغلوا علي حضرتك كانوا بيشتغلوا من 2007؟ حضرتك تم افتتاح المركز ده 2010 لكن الفكرة التصميم المركز الترميم ده تمام كان في 2006 وهو يعتبر اكبر مركز ترميم على مستوى العالم طبعاً احنا الجايقة اللي هما اليابان طبعاً كان الاول لما بدأوا يحطهم او يضعهم التكلفة بتاعت المشروع قالك ان التكلفة المبدأة المشروع حوالي 550 مليون دولار طبعاً فيه 100 مليون ده طبعاً ده اللي هما الوزارة حطتهم وبعد كده اليابان ساعدونا بحوالي بقرد دونا قرد 300 مليون بس قرده ميوسر يعني يعني كده كده احنا هنسدده بس ايه على الاجل وفيه 150 مليون اللي هما كانوا عبارة عن تبرعات ومؤسسات دولية ومؤسسات تعليمية كلها ساهمت في انشاء هذا الامر لكن طبعاً الموضوع كان واقف كتير جداً بسبب التمويل وبسبب حاجات كتيرة جداً لحد ما جينا في 2016 والرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً بدأ ينظر نظرة يعني كبيرة جداً لمجال الاثر وكلام من ده فتم اسناد المشروع للهيئة الهندسية القطم السلح طبعاً عندنا اللي هو عاطف مفتاح الناس دي كان لها تصور تاني بقى الموضوع على فكرة صرف علي اكتر من كده بكتير جداً تعدى المليار يعني تعدى المليار التصميمات اتغيرت تتعمل شغل احدث بدأت تشوفي حاجة هتبهر العالم كله انا اقول له حضرتك على حاجة بسطة جداً انت عندك جريدة التايمز البريطانية صنفت المتحف ده تاني يعني يعتبر من تاني من ضمن تاني عشر منشئات يعني حيبقى ليها تأثير في العالم في الفترة الجاية يعني ما يتم اختيار المتحف الكبير من ضمن جريدة طبعاً زي جريدة تايمز البريطانية ان هم يتكلموا عن متحف بهذا الحجم والشغل اللي معمول فيه وحنا طبعاً هنتكلم عن الحاجات الجميلة اللي معمولة في المتحف يبقى ده اذاً يبقى ده ذات اهمية كبيرة جداً وانا عايز برضو اقول لحضرتك على حاجة كلهم ببقى فيه جديد يعني ايه احنا لو كنا جينا السنة اللي فاتت اتكلمنا برضو عن المتحف لان كان مفروض مترقب ان هو يتم افتتاحه العامل اللي فات بس طبعاً نتيجة اللي هم عايزين يعملوا افضل حاجة هو احنا التأخيرات ديت ليه يعني مثلاً فيه ناس بتسألوا يقولك انتوا ليه بتأخيروا هو عدت علينا 3 سنوات جائحة كورونا لا 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 بالعكس يعني فكرة احنا حصل افتتاحات جزئية للمتحف بس انا عايز اقول ان انا عايز اعمل الاحسن انا يعني امكان القيادة السياسية بيبقى لها رؤية في الموضوع ده وحتى لما تم تأخير في الموضوع بطريق الكباش الموضوع ما تغيرش برضو كده ما تأخرش ده اتأخر عشان احنا بنترقب الاحسن الاحسن وحسن اختيار التوقيت احياناً فيه زروف تولية بتغير في دقة توقيت المصر انا عايز اقول على حاجة مهمة جدا للسادة المشاهدين والحضرتك انت حتدخلي مدينة عالمية متكاملة بس في شكل مصاقر ليه بقى لان حضرتك عندك المتحف الكبير ده طبعا فيه خلفية الاهرامات فانت بتتكلمي على اكبر منطقة يعني او اشهر منطقة سريعة اروع مشهد او او اشهر منطقة سريعة لمصر العالم اللي هي هضبة الجيزة دي في ظهر المتحف حضرتك انت بتتكلمي عن الحديقة بتاعت المتحف نفسها من برا مزروع فيها الاشجار اللي كانت بتتزرع في مصر القديمة لو جينا رجعنا بقى بخيالنا المصرين القدامة كانوا بزراع ليه نوعية الاشجار هتلاقيها مزروع هتبصت لها حضرتك اتعمل برا طبعا احنا عندنا صالة التذاكر طبعا معروفة بعد كده المثلة المعلقة فكرة جديدة ان انا اعمل مثلة معلقة ودي كان فكرة يعني لم مش موجودة في العالم كله غير عندنا غير مسبوقة غير مسبوقة وعشان كده احنا هناخد فيها يعني لا في باريس ولا لا 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 مفيش الكلام ده اختراع جديد فعشان كده احنا هناخد فيها براية اختراع دي اول حاجة لو حضرتك شفت التصميم بتاع الواجهة بتاعة المتحف نفسه ستمائة متر انت دلوقتي لو جيت تشوفي تقول لي واحدة انت بيت وجهة البيت بتاعتك قد يقولك ده عشرين متر تلاتي انت بتتكلمي في وجهة في وجهة حوالي ستمائة متر حاجة مهولة حاجة مهولة في ارتفاع خمسة واربعين متر تمام حضرتك التصميم بتاع الواجهة نفسه هتبص تلاقي عبارة عن مسلسات واغدة شكل الاهرامات مش سلسات كبيرة في قلب مسلسات اصغر هتبص تلاقي حضرتك الخرطيش بتاعة الملوك اللي هم طبعا الاسماء الملوك بتوع مصر القدامى كان بيتم وضع الاسماء بتاعتهم داخل ما يسمى الخرطور هتبص تلاقي الخرطيش لأشهر الملوك مصر القدامى موجودة في وجهة المتح لما تجي تدخلي في الانترانس من اللي بيقابلك في وشك الملك رمسيس التاني التمثال بتاعه الشهير اللي كان موجود في مدار رمسيس تم نقله في 2006 اللي يستقر ويكون مستقره الأخير في هذا المتحف المتحف المصر الكبير جنبه العمود بتاع ابنه الملك مرم بتاح عندنا حاجة مهولة جدا اسمها الدرج العظيم الدرج العظيم ده عليه تماثيل تقيلة جدا تماثيل كتل موجودة عليه تصمم ان هو يشيل او يتحمل اتقل حاجة موجودة عليها بدوس تلاقي تماثيل ملوك مصر القدامى موجودة في الدرج العظيم اللي هو لان التمثال الواحد فيهم اطناعا اطناعا الخليمات نفسها يا دكتور كلمنا عنها يعني اه التمثال الواحد علشان نعمل احنا شيء